لم يكن إقرار وزارة التربية بخروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم مفاجئ للأوساط التربوية والشارع العراقي بشكل عام فالأمر بات معروفا بعد سنوات من الفساد والفوضى التي حولت واحدا من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة إلى نظام متداعي يشك أن ينهار في أي لحظة ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003 والمشاكل والأزمات تضرب قطاع التعليم شملت نقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلية من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية تناهيك عن المحسوبية التي تجذرت في هذا القطاع كما هو الحال في القطاعات الأخرى ويقول موقع مودرين دبلوماسي إن مستويات التعليم في العراق باتت من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المرجح أن تنخفض أكثر وهو ما يعرض مستقبل الأطفال والبلد بأكمله للخطر مع غياب أي خطوات للإصلاح لا يقتصر الأمر على سوء النظام الإداري بل يتعداه إلى تخلف المناهج والنقص الكبير في الأبنية المدرسية والأوضاع المزرية لمعظم المدارس التي باتت تستوعب دواما ثنائيا وثلاثيا مع وجود مئات المدارس التي بنيت من الطين أو الخيام والكاربانات بسبب مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة التي عطى لها الفساد أسباب كثيرة إذن هوت بالواقع التعليمي إلى مستويات خطيرة وهما دفع مختصين إلى التحذير من التداعيات المخيفة لتفشي ظاهرة الأمية في البلاد وبعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة اليونسكو خلوى العراق من الأمية في سبعينيات القرن الماضي عادت هذه الآفة لتطل برأسها من جديد حيث أقر المتحدث باسم وزارة التربية الحالية حيدر فاروق بوجود أكثر من خمسة ملايين أمي في العراق فضلا عن أنصاف المتعلمين وتؤكد اليونسكو في تقاريرها أن ستة ملايين شخص في العراق لا يعرفون القراءة والكتابة في الوقت الذي يواجه المجتمع العراقي تدهورا في الاقتصاد وتهديدات أمنية إضافة إلى الفساد والبطالة والعنف مشيرة إلى أن كل هذه العوامل أسهمت في تزايد نسبة الأمية في البلاد